السلام عليكم الابنات اتمنى تكونوا بخير و على خير اليوم احط لكم جزء الثاني مركضونه في الأول كان طويل بزاف و لا نستطيع ان احط لكم طويل بسف و يجيني صعيب لكي يظهر القناة مهمة الابنات سوف نرى لكم خالدوش اليوم احط لكم بزافة خالدوش البشرة الجافة جافة 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 تشاري هذا الانواع مركضونه مصغورين و كريمونسوس كما كتبونه الكوكو ريحت وعراء وعلى شكل كريم و يصلح من الناس الذين لديهم البشرة ليس ساكة او جافة 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 و أريد أن نقول لكم البنات من نوفذة مركضونه جافة زيت المرتب اشتراح جافة 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 خصوصا فخصوصن هذا يؤدي يطلق هذه البشرة ولكن نرمال يكون حتى انايا كنت استعمل كنت ندهن الدهس المرادة وهذه البنات خالدوش البيض 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 والذي شوفان رازوين البشرة وهذا الزرق الشبير الذي كان عندهم في الأول غير بدلوه لها الباكاتجين وغيره وهذا كان الروساحته وكيف كيف اهلا الورد الروساس المهم سوف ندهن الدهس المتاجرين في الأول وهذا الثاني الزرق الضغب حتى هو جيد اعجبني بزافه بتمان مناسب كي يدير وقتها ب 8 و 5 و 9 ويجب انتجوم بكتوبة تضعها في مانتي ايضا تضعها بجوجره وشيء مخطج عقلي جوجره 50 ايضا تضعها الوجهة حتى يرامل جديد مركادونة وفي التحت تضع نيفيا لا تشري كله تشري غير الكريمة الوجهة او لا تستعمل الوجهة و الداة نفس الوقت تشري غير بوحدة ايضا تستعمل الوجهة وهذا كل البنفس الجديد يجب عليكم اكسفوليانتين دائما نأخذهم من مركادونة وفي التحت تضع الكريمة الوجهة الجافة المرسومين في يوم الرجلين خاصة بالرجلين العيالات تشاققات في الرجلين وهذا الوجهة مركادونة الوجهة 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 لكي لا يجب عليك الوجهة الوجهة